مهمة الوصول إلى الحقيقة أصبح جزءاً من الخطر الذي يحدق بالصحفي أو المراسل التلفزيوني في مدينة كتعز بفعل رصاص قناصة الميليشية التي تقف لهم بالمرصاد فهذا يجعل رحلته في البحث عن الحقيقة مكلفة رغم محاولات كثيرة للأي بأنفسهم عن كل المخاطر التي تحيط بهم وبات الحديث عن العمل الصحفي في تعز أمراً لا يقل خطورة عن الذين يشاركون في جبهات القتال وهم يحملون كاميراتهم لالتقاط بعض الصور للمعارك الدائرة في المدينة فقد قتل أحمد الشيباني ومحمد اليمني وأصيب آخرون في ذات المهمة التي أصبحت محفوفة بمخاطر جمة تصدرها لهم الميليشية على أطراف المدينة وأماكن أخرى كما تعرض عدد من الصحفيين للاعتداء والاعتقال والقتل في تعز ها هو مراسل قاناة الشارق محمد طاهر كان على مقربة من الموت فقد أصيب إصابة طفيفة نتيجة شضية رصاص قناص في جبهة الشرقية خلال تغطيته للمعارك التي تدور هناك كل ذلك استدعى إدانات واسعة شددت على وقف استهداف الصحفيين على الرغم من دعوة نقابة الصحفيين اليمنيين اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة لكل الصحفيين